أزمن ركب سفينتكم يا لي تنعن كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما صلى الله عليك يا أبا عبد الله على ابن عمك وثقتك يوم القيامة يا أبا عبد الله يوم الحسرة والندم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنوم إلا من أتى الله بقلب سليم ينصب الصغاة فوق جهنم أراء ناسا من حولي تتهى وأقدامهم في النار لا أدري عن السيدي أكون معهم أم تزل به قدم وقد تثبت الأخرى إلى من ألتجأ في ذلك اليوم بمن أستذي وقد فر مني أبي وأمي وأخي وصاحبتي وأولادي وكل أقربائي الكل منشغل بنفسه لشدة أهوال ذلك اليوم أما أنت يا سيدي ومنشغل بمحبيك وموالي أناديك وأنا على محنة الصراط وصعوبة العضور أمظر من تحتي إلى جهنم أسمع لها تغيضاً وزفيراً فأناديك يا حسين بأبي أنت وأمي أسمع ندائي ولا تخيق فيك أملي ورجائي حاشاك يا ابن فاطمة وأنا أقسم عليك بحق فاطمة أسمع ندائي ولا تخيق فيك أملي ورجائي حاشا أن تخيب مواليك ومحبيك وخادميك والمقيمين لعزائك وزوارك والباكين عليك وهذا نداء من قلب القلب إليك لا ينتهي دون الشفاعة وصراخ لا يهدأ قبل النجاة من النار جميعاً يا وجيهان يا حسين يا وجيهان يا حسين يا وجيهان يا غريب الديار يا أبي وأمي يا زينب يا غريب الديار أخي أبا عبد الله صبري غريب وقتيل العدايا مظلوم نومي قتيل لمسلم من عين الهدى سحي دماء ويا حش الاسلام من شبي يضرما أفدي فتن بكت له أملاكها والملأ الأعلى والملأ الأعلى أقام المأتمى يا أفدي من فادي شريعة أحمد حتى استضيح منه ما قد خرما يا أفدي صايا لوجال دون دين محمد حتى هواي بحفرة مجرما من رما فاستخرجوا بالجراح مثخنان لا يستطيع المشي من نزف الدماء نزف الدماء مذ صعد القصر به رنا إلى نحو الحسين باعك يا أعان وسلم السلام على الحسين رموا حتى كسروا عظامه وسحبه كسروا بالحبل كان أعظم يا ليت عينان قد رأتك مسلمان يا مام تسحب بالأسواق يا 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 أهل درامي من أعلى البناء قلب النبي والوسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر غارق بدمك ترجمة نانسي قنقر 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 بدعائكم هون العالم لازم تحضر بصلاة الجمعة هون العالم لأسر كتير منه بشهر رمضان لازم تحضر بشهر رمضان أنا بقلهم الاختبار للناس مش بعشورة في ناس بلدين بتجي بعشورة في ناس بتصليش بتجي بعشورة سبحان الله الحسين عنده جذبية خاصة بكرة شوفوا مثلا مسيرات يوم العاشر بالعالم الأكل هون المشيين بمسيرة مثلا يوم العاشر بكرة بالضحية وكلهم بيصلوا لا مش كلهم بيصلوا في ناس بتصليش وبيمشوا خالص سبحان الله الحسين عليه السلام في ناس ما عنده علاءة وقات بصلاة وصوم بس عنده علاءة مع الحسين الله طبعا هيد العلاقة عليها علامات استفهام والحسين بدوش يدى اللون من العلاقة شو بدوش يدى اللون من علاقة قاله كيف خلفت الكوف قاله قلوبهم معك وسيوفهم عليك هيد اللون بدوش يدى الحسين هيد اللون من العلاقة لا أبدا 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 الحسين لا يرضى ولن يرضى على تارك صلاة وتارك صوم وفاعل حرام وتارك واجب من الواجبات أبدا ما بيرضى الحسين لأنه الله ما بيرضى نعم هلأ نحن منقول كتير منيح هو ليجوا على مجلس الحسين أحسن ما يروحوا على شيء تانيه ولعله لعله شيء من رحمة الحسين الواسعة تنالهم تنالهم وهيدا أحد معاني الحسين رحمة الله الواسعة لعله شيء من الرحمة الإلهية تنالهم شو بيصير فيهم مش بروح على الجنة تارك الصلاة حتى لو ندب من الصبع العشية على الحسين لن يدخل إلى الجنة لن يرى الجنة من هلأ تارك صلاة أنه بكرة بيقوله يا أبا عبد الله أنا ندبت عليك ألا بيقول له مش مشكلة أنت ندبت عليك شيء بالندب بس تارك صلاة مكانك مش بالجنة كيف هي أصلا أنا ما بيعرف كيف واحد بده بده ينسجم مع الحسين والبكاء على الحسين والعيش مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو مش منسجم مع أخلاق الحسين وعبادة الحسين وطاعة الحسين وعمل وعمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه على فكرة هذه مفارقة مفارقة كبيرة جداً لذلك ممكن نحن نشوف نعم مش بس هون نشوف كثير بكل كل المناطق في لبنان وبغير لبنان وبإيران وبالعراق سبحان الله في ناس مش في ناس تروح على فكرة الأربعين مدر مين أنا يقلي بتصور في ناس بروحوا على الأربعين يمكن بصلوش يعني بيمشوا بمسيرة الأربعين وقت الصلاة يمكن بصلوش بصوي رايح لوان خلص رايح هو عند زيارة الحسين جرة العادة يروح على زيارة الحسين شو هالزيارة هالعافية ألا من قل له بارك الله فيك والله يعطيك العافية بس أنت ماشي مدري قديش لزيارة الحسين وصل وصل وطاعة الله وعبادة الله كوي ليش ذو بحل حسين عليه السلام ليش قتل الحسين أنا كان في معي زائر من الزوار كنا بالعراق بالعراق هذا الزائر غريب أمره كان أول مطل عند الأمير عليه السلام كنت أنا بعرفه سبعان الخلق وهاك شاب جميل صار يبكي بالفندق بعد ما رح عند أمير المؤمنين صار يبكي ألا راحت الساعات الساعات قعد معي صار يصالح قال لي الشيخ أنا أنا عامل كتير بحياتي على قاعدة السبعة ودمتة سبعة ودمتة أنا ما كنت صلي سابقاً حنا بس أنا وقفت موقف شو هالموقف بلحظة من اللحظات وقف وقال ليش قتل الحسين لك رحمة الله الواسعة قال ليش قتل الحسين صار يحكي هيك مع نفسه عن يحلل هو قال قتل الحسين حتى يشوفني أنا أنا على المصلية ذبح الحسين من أجل أن أصلي أنا وغيري من ذلك الوقت تحول كان من أحسن الزوار حالاً وطاعة وبكاء وعلاقة مع الحسين بس فرقت علاقته مع الحسين بعض الصلاة لا في بعض الحركات يمكن بعض الناس يمكن لا لا تروقوا لها بس نحنا منعرف أوقات الشوق والمحبة شو بيعمل كان بوقت الزيارة كان في شتا وحل برا حد العباس عليه السلام برا زفت بس من هي هي كربلاء الأرض المقدسة هي ينزل يحط إيده على الوحل مسح على خدوده إلا في بعض الناس يمكن تطلع تقول شو عم يعمل هي أنا بيعرف هذا شو عم يعمل ما هذا حدثني ما قال لي بخصوصيات وهذا خلال حسين يوقف على المصدية ذبح الحسين من أجل من أجل أن نكون نحن عبيدا لله تبارك وتعالى نمارس العبادة كما يريدها الله تبارك وتعالى لأجل ذلك قتل الحسين وعطش الحسين وقطعت كفال عباس وصبية زينب وقتل مسلم بن عقيل شو كان في عندهم مشاريع خاصة هاو المجموعة شو كانوا عم يقتلوا على سلطان كرمال عيلي كرمال حزب كرمال انتماء سياسي لا يا عزيزة في انتماء واحد كانوا عم يقتلوا من أجل هؤلاء الانتماء لله حتى يخلوا الناس تنتمي لأ الله دفعوا ثمن ذلك أرواحهم والأموال وأولادهم وكل ما يملكون طلقوا هذه الدنيا بمن فيها ومن عليها ليش من أجلي وأجلك من أجل هداية الناس أنا بمنطقة من مناطق المهجر كنت أقول لهم يا شباب الآن الشباب بالخيمين إن شاء الله يوصلونها الرسالة قالوا يا شباب أنتم من أجل هدايتكم قتل شاب في كربلاء وهلأ من ضيف مش بس شاب شباب شباب قتلت في كربلاء قتل الشاب اسمه علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله كرميل مين في شباب آخرين كمان أولاد أم البنين وإخوات قبل فضل العباس شون بتعرف بقداش أعمارهم بكربلاء تسطع عشر وواحدة وعشرين واثنائرة وعشرين أكبرهم العباس اللي كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة هذا اللي لولا القدر لوم أنه الله كاتب له أنه يصير فيه هايك العباس مكان من هدى قدام العباس عليه السلام مين على فكرة هي بين قوسين يعني أبدا التاريخ عم يعيد نفسه واحد يتكاثرون عليه واحد ألا بهالزمن هود الدواعش وغيره النفس الحكاية بالمئات سبحان الله هي الجينات هي نفسها هي ذاتها بس يمكن الوجوه الوجوه مختلفة العباس كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة على فكرة ليلة الأحد هي ليلة العباس بس للتذكير كيف قدروا على العباس في قرار اتخذ أنه هذا الشخص مدامه يدي معه مش لحنا نقدر نوط معه وبوجه فش مجال هذا مثله مثل بي أمير المؤمنين كيف قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين وجها الواجه لا قتل غيلة العباس قتل غيلة شو غيلة يعني قطع كفه أنه هل مدام فيها سيف ما حدا بيهدي قدامه بشو كان يقاتلهم بشجاعته بالخوف والرعب الملقى في قلوبهم حتى شاء الله بيكونوا قديش قديش بيكون شجاعة وخوف بالمقابل بتهزم جماعة فقطعوا اليمين وقطعوا الشمال ما عاش في مجال لحمل السي عباس عليه السلام وكل اللي كانوا بكربلة هاي المجزرة حصلت من أجل أن نصل نحن إلى هاي المفاهيم اللي عم نحكيها وتطبيق هاي المفاهيم وناخد من عشراء ناخد من عشراء زوادي زاد إلى كل أيام السنة اللي بيستفيد بعشراء متى بيبين أنه استفاد ولا ما استفاد يشوف بعض عشراء صلاته كيف صارت علقته مع الله كيف ارتباطه ب الله كيف علقته مع القرآن كيف مع الدعاء كيف مع التسبيح كيف بيقوم على صلاة الصبح مثل ما كان يقوم الإمام الحسين ولا لا أخلاقه كيف علقته مع الناس كيف خدمته للناس كيف دفاعه عن المظلومين كيف موقفه من الظالمين كيف ما كل هذه مفاهيم وان كانت كانت بكربلة وهي مفاهيم إذا لم تحيى هون وهون ولم تتحول إلى سلوك نحن بعض عن الحسين عليه السلام نحن بعض عن نهج الحسين عليه السلام نحن بعض عن أخلاقيات الحسين عليه السلام وأبدا الحسين لا يريدون أن نكون كذلك وبالأخص في هاي البلاد في هاي البلاد دي كل مرة ذكرت شغلي في ناس فهمتها بطريقة خاطئة ونقلتها بطريقة خاطئة لما قلت أول ليلة جيت لهون قلت بعض الناس ببلاد المهجر فيما يتصل بإحيائها لمراسم الحسين قد تكون قضية الإحياء من وجهة نظر شرعية عليها واجبة مش مستحبة مثل الموجود ببلادنا في بعض الناس قلت طلعت عم تقول إن شو شو مرجع عم يقول حلال وحرام أنا أجابت تقول له لا أنا مش مرجع عزيزي بس أنا عم بنقول فتاوى ونحن وضحنا للناس كيف ممكن يكون الشيء المستحب يتحول بالنسبة لإلك واجب وتركه إلى حرام كيف قلنا وقتا إنه ببلاد المهجر إذا أنت ما بتهتم كأب وكعائلة وكبيت مثلا بمجالس الحسين تارك مجالس الحسين بعد فترة شو لح يصير ببيتك بأولادك هل هذه البلد مؤهلة هل هي مؤهلة لتعيشك أجواء الحسين عليه السلام أو تعيشك أجواء أخرى هل أولادك في حفظناها في المدرسة يعلمونهم حب الحسين ماذا بيأخذ أولادك عن الحسين في المدارس هل هيدي اللي سميت لكم إياها بتسموها أنتوا هاي سكول سميتها أني هم سكول هل هيدي الهم سكول بتعلمون حب الحسين هل في الجامعة يتعلمون حب الحسين إذا أنت ما علمت حب الحسين وجبت على مجالس الحسين بعد فترة شو لح يصير فيهم قال ما مت بس ما شفت من ما ما عم نطلع شو فيه بيجي فقهاؤنا بقولوا كل شي من شأن أو من دعامة الدين والارتباط بالله وبأهل البيت الارتباط بالله وبالقرآن الارتباط بالله وبمحمد وآل محمد من شأنه هذا أن يتحول في بلاد ما لو ترك لضعف فيه الدين إلى واجب وتركه إلى حرام نقطة أول السطر الله أنت يا عزيزي يعني هذا من اعترض ما فهمت علي مظبوط بتجي بتسألني بتروح بتثير الموضوع بطريقة خاطئة بين الناس بتعسألني أنا شو قلت ولا ش قلت أصلا لازم نخرج من هاي قضية إنسان مش بس عالم الدين وغير عالم الدين لش أنا ممكن كون عم بتحدث أنا وياك بالمناسبة وافهم عليك بطريقة خاطئة مش بروح بيجي بيجي بيسألك أنت شو حكيت وشو سواء بروح بنشرة بين الناس وبظلمك من حيث تشعر أو لا تشعر وأنت لا أصدق ولا نيتك ولا ولا وجيت أنا لأنه فهمت غلط إنت نقلت غلط ونشرت الموضوع غلط وطلع آخر شيء كله غلط بغلط من يتحمل مسؤولية هذا الموضوع مين في بعض الناس اللي كانت تنقل عن أهل البيت خاطئة كان أهل البيت يعلنون حربا على هود الناس شو عم تنقل على الثاني غلط إني؟ إذا أمر ديني بتفهمه غلط بتنقله غلط وتفسد عقول الناس كيف الحكي ها؟ إذا ما فهمت أنا مصبوط أول شيء حتى بعلاقاتنا الشخصية حتى بأحاديثنا الشخصية ما بيجوز لإنسان ينقل غلط عن غيره ما بيجوز نعم أنا مصر مصر أن حضور بعض الناس في مجالس العزاء في بلاد المهجر حضورها مش مستحب وتركها للحضور محرم وبكرة يوم القيامة ستطالب بمجلس الحسين على أنه واجب وتركه حرام مش مستحب لأنه لحيولولا لحيولولا شوفوا يوم القيامة كل شيء لحيين كشف يوم القيامة يا عزيزي كلهم في ناس خليها تبرطعت ما بده أصب يوم القيامة اللي أبضى يثبت جريه أبضى يثبت جريه أكرا بس يقولولو تفضل يا عزيزي وتفضل يا حبيبي أنت شو عمل فيك هذا التأثير ببلاد المهجر تفضل شوف لولادك وين شوفوا حتى كلمة حسين بالعربي بيعرفوش يقول شوف واللي نفكر ما حدا لحيطالب لا والله يا إخوان لا هنيئا لمن واضب والتفت وربوا إذا هون عن جد ربوا مؤمنين له أجر مثل ما قلت أنا أكثر من الموجود بكربلا أكثر من الموجود بالجمهورية الإسلامية في إيران إذا ربوا هون ناس مؤمنين وعلى الدين بس إذا ضاعت العائلة هون واحد يقول أنا أنا ما خصنيش أنا ما أنا عم صلي أنا أنا عم صوم أنا والولاد ما خصك والولاد لا 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 هاي صلاتك وصومك لن تنفعك غدا في مقابل هذا الإهمال ما حدا يقول ما خصنيش لذلك أنا دعوت بهاليوم اللي فهم في بعض الناس الموضوع بطريقة خاطئة أنا قلت تعو يا جماعة لكن مش نحنا عنا مراجع يجب أن نقلدها ونرجع إليها في أمور ديننا ما عنا هيك يا جماعة شو اللي ميزنا نحنا بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين شو اللي ميزنا نحنا أنه عنا مرجعية نرجع إليها مش هيك نحنا فوضويين منحلل كيف مبنى ومنحرم كيف مبنى ومنصلي كيف مبنى ومنصد لا 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 نحنا مش هيك نحنا تميزنا بمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه عنا سلسلة من هاي السلسلة منرتبط مباشرة بالله بس في واسطات مرجعية تربطنا بصاحب الزمان صلوات الله وسلام عليه بيربطنا بكل من سبقه من الحجج من الأئمة عليهم السلام وصولا إلى أبيه علي علي يوصلنا بالنبي النبي يوصلنا بجبرائيل جبرائيل يوصلنا بالله عز وجل هاي سلسلة نحنا نفتخر أنه عنا هيك هيك ارتباط نحن نفتخر بأنه لم نقطع هذه السلسلة هذا فخر بالنسبة إلينا اليوم بعصر الغيبة الناس إلى من تلتجئ في أمور دينها كيف بتتخذ مواقف بهذه الحياة لا تحاسب ولا تطالب بها يوم القيامة عبر مراجعها المؤتمنين على الدين وعلى الحكم وعلى الفتوى وعلى الحلال وعلى الحرام اللي قال عننا الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هوا حجتي عليكم وأنا حجة الله هوا حجتي عليكم لذلك مرفوض على كل من يرتبط بأهل البيت عليهم السلام يكون بزمان غيبة الإمام بلا تقليد ممنوع ممنوع ما يكون مرتبط بالمرجعية الصالحة والمؤمنة والأمينة والمؤتمنة ممنوع بالرسائل العملية فقهاءنا بيقولوا عمل الإنسان بلا تقليد باطل إلا إذا كان عمله موافق لفتوى المجتهد لأنه هذا هو التقليد العملي هو هيك على ذوقه بده بده يشتغل ما بتصبر طيب كي بده يتوضى هو يتوضى كي بده يصلي إذا بده يصلي إذا شك كي بده يعالج قضية الشك كي بده يصوم كي بده يحج اليوم يجب أن نحدد مواقفنا من خلال فتاوي مراجعنا في كل شيء من جملة هذه الأشياء وجودنا بهالبلد وشغلنا بهالبلد حياتنا بهالبلد وأنا دعوت وقلت روحوا إلى كتب المراجع وشوفوا أنت يجب عليكم أن تدرسوا مسائل ابتلائكم وأنا يجب علي أن أدرس مسائل ابتلائي أنا مبتلى بالصلاة بدي أدرس مسائل الصلاة بالصوم مسائل الصوم التجارة مسائل التجارة بدروح الحج لازم اطلع على مسائل الحج اسأل عن مسائل الحج بكل تفصيل يبتلى به الإنسان عليه أن يعود إلى مرجعه ليحدد له الموقف من جملة مسائل الابتلاء اللي أنتوا ابتليتوا بها الوجود والتواجد في بلاد المهجر قبل يا عزيزي ولا نصيحة ولا نصيحة قالوا كانت النصيحة بجمل هلأ بناش إلا الصلاة على محمد وقال المحمد قبل ما نروح للموت وللأبر وللحساب ونتفاجأ يوم القيامة بكرة كل واحد يروح يحدد موقفه ساعته إذا أخذ الموقف السليم من مرجعيته قالوا المرجع مثلا أنت بحالتك وبتفصيلك كنت قلهم أني لبعض الناس بس بتسألوا تستكشفوا أحكام دين كوم تسألوا مضبوط بتفصلوا مضبوط تحكوا كل شيء إذا بدك تاخد السؤال لأنه المرجع بدأ جاوبك على قد سؤاله أو دي في مرة ناس راحوا لعند السيد الخوي قد صلاه سرع قالوا له بجوز نزرع الحشيش إلى البنج قالوا ايه يجوا جايبين الفتوى بلا البنج على ما يبدو كيف هو يقالكم للبنج الفتاوى قد السؤال ويجي الجواب قال بعدين واحد هون دري شو بدي يعمل لا شاء الله على واحد يطلع للمرجعية ويقلا نحن قاعدين ببلد نظام والله واسم الله وإشارات وستوب ساين وبلاد فيها ولفر وتكافر أبدا بنسير من قلو مثل ما أجي بعض العلماء قالوا قالوا بس من نجي نحسن نحن قالوا إنا وجدنا إسلاما من غير مسلمين وقالت إنا وجدنا إسلاما من غير مسلمين وبصراحة طبعا لا تبخسوا الناس أشياءهم لطبعا النظام موجود صح والأوانين موجودة صح ونحن لش شعرنا بقيمة هاي الأمور لأنه طلعنا من البلاد ما فيها أوانين ما فيهاش إشارة سير لمبارح لحطوا إشارات السير لأن الناس ليس معودي عندنا في لبنان مثلا إشارات السير إذا توقف على إشارة الحمرة يصير يزمرك من وراء مستعجل أنت عشو واقف ليش واقف أنت ليس معودي يوقف بعد أن تتعود الناس بعد أن نلوم الناس لكميح الناس عايشة في لبنان الناس في لبنان أنا أقول لهم بين قوسان الله اللبناني لحسب حساب خاص لأنه ليس معي ليس كهرباء ليس طرقات ليس دولة ليس سرائين شيء يلا حط شو بدك حط حط نيح اللي الله تبارك وتعالى أكرمنا بأشرف الناس نيح اللي الله أكرمنا بمن غير المعادلات أو مدءا لبنان أو صنعوا في لبنان من صنعوا الشرف والكرامة وكانوا في هذا الزمن جلودا حقيقيين للحسين عليه السلام يوم تخلى الناس عن الحسين وأنا بقول لهم على فكرة أنا صرت مضطر اسمحوا لي من كتر ما في ناس حبت هذه البلاد هذه البلاد صرت مضطر أنا بدي دافع قدامهم عن بلدهم بدي مضطر دافع عن لبنان قدامهم أنا وقعت بهذه أعداد لبنان في بعض الناس لبنان شو لبنان صرت مضطر بدي دافعني عن لبنان بمعزن لا ألا لك وأنا عم تسحبنا الأمور بس كله هو ألا بضيان باين على الشيء في أوانين هون وفي نظام هون وفي تكافل هون وفي شغلات نعم نحا هون طبعا ونحن من أول ما جينا عبلاد المهجر وفي ناس انزعجت مننا أنا في ناس عصراحتي الضائع لما كنت أقول للناس ما بيجوز مخالفة القوانين حرام مش أنا عم أقول أنا عم بنقلهم فتوى المراجع في واحد راحل عند السيد السستيني زاروا دغني مباشرة الله يحمد قال له أنا قاعد صورت بإلمان بيجوز نظام قوانين مخالفة قال له لا لا ما بيجوز ما بيجوز مش الإشارة الحمرة وهذا إشارة ما بيجوز ما بيجوز ما يعني حرام ما يعني حرام يعني ترتكب اسم ما يعني اسم يعني في جهنم قف واحد بيقول هلأني إذا جيت خالفت قوانين هون وديفوت على جهنم ومرجع يقول له مش أنا ما بتجوز أي مخالفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ما بيجوز أك المال بالباطل تحت أي عنوان ما بيجوز أكام ما بيجوز أكام ما بيجوز أكام من تارفد الحكي لي نحنا منحكي أوات على المنبر هون بيدفعوا حق ومصاري لحتى يفقفوا الناس نحنا عم نقدمون ببالج أنا مش لأجلنا نحنا منحكي ديننا نحكي شرعنا نحكي شو بده الله والنبي وأهل البيت نحنا منقول لشيعة أهل البيت في بلاد المهجر يا جماعة قدموا الصورة الحسنة عن دينكم وعن مذهبكم حتى يقول الناس ما أجمل هذا الدين ما أجمل هؤلاء الشيعة ما أجمل أهل البيت عليهم السلام وكن تقول للناس الزنب هون بذنبين فأنه هون يسيء إليك أنت تذنب لأ سمح الله هم تعمل ذنب اثنين في إساءة لني إلا ما تنتمي إليه أنا بكل مرة ذكرني لهم عيب عيب واحد يسمع ذلك شغلات الوحدة مسلمة بعرف شو حول مذهبة وجدوها تسرق في مكان ما وقالوا لش عم تسرق إنتي تصور هنين الكندية عملوا لأنتي أنت لش عم تسرق دينك بيسمح لك قمت قلت لهم إيه أستغفر الله أش حار فوق أش حار شو بتقل لها الكندية ظهروا واحدة عم تحقق معها تقل لها بس نحنا بنعرف إن دينكم ما بيسمح شو الجرسة هاي مش جرسة هاي قدي جميل أنت تكون إنسان منتج بعرق الجبين تؤدي الوظيفة المطلوبة تقدم الخدمة المطلوبة شرعا لمن قدم لك خدمات قديش أنت بترفع شأنك وشأن دينك وشأن مذهبك وقديش الشيء المقابل بديوطي من مستوى هذه العنوين نحكي شيء واقع صح؟ صح والله ما عم بيحكي فوق الغيم أنا يا أخواتي يا أخواتي لذلك من عمق التاريخ طلع طلع صوت وإلى يومنا هذا وسيبقى شيعتنا كون زينا لنا ولا تكون شينا علينا وقت بدو يتحول الواحد أن يكون شيء على أهل البيت فليتجرد عن التزاماته وعن انتمائه يقول أنا إنسان مش شيعي مخصنيش بالشيعة ويروح يروح ساعة ما هو ينتمي إلى أهل البيت عليهم السلام إلى هذه الفئة الاستثنائية إذا هذا العالم الاستثنائي بدو يشوه لا سمح الله بتصرفاته هذا المذهب هذا أمر أمر لن يرضاه الله ولا يرضاه ولا النبي ولا صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يكون دقيقا خلنروح إلى كتب مراجعنا وهذا شيء يطلبه الحسين مننا يريده الحسين مننا وخلنحدد المواقف كما يجب أن تحدد من خلال فتاوي مراجعنا وآخر شيء إذا أخذنا الفتوى مظبوط مظبوط وسألنا مظبوط لناخد الجواب مظبوط مش نقول بالسؤال ولا نحن عايشين ببلد أمن وأمان مش نقصنا شيء وعن نصلي وعن نصوق ما في شيء يا شو بدي أقول لك المرجع عافية برك الله فيك بس أنا أجي أكتب له سؤال على طريقتي بقول له مولاي بهديك البلاد الخطر على الدين قد مبدك والخطر على ثقافة الدين قد مبدك وفي واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة شو بتتصور ساعتها بدي يقول هذا سؤال وهذا سؤال هذا سؤال وهذا سؤال لا نعم في بعض الناس إذا حكم المرجع وحكم الدين كما هي تحب الله يطول عمر هالمرجع والله يبارك بهالدين وإذا حكم المرجع على خلاف ما تحب وويلا إذا حكم الدين على خلاف ما تحب وويلا شو هالدين وشو هالمرجع هك في ناس بتقولي شو هو الدين يا أخي يعني مخيط على إياسي وإياسك لا 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 ما ما في ما في مساوى مع الدين بدأ على فكرة نحن حتى نحن صغار بهذا الموضوع أمام ما راجعنا نحن شم نسوى نحن ندخل بخلافات بحل خلافات شخصية إذا حكمنا بحسب ما يحكم الدين على خلاف ما يريده فلان شو هالشيخة شو هالشيخة من من الحكم أبي عرفش وإذا لا أصابت الحكم سيئة بالحكم أنه زابط على على حسب ما هو ما يريد الله يطول عمره أنت شيخنا أنت فاضي لنعزمك على الله لماذا تعزمني أنا؟ تعزمني؟ هو بالدينك أنت بالدينك سواء كان معك أو كان أو كان عليك هذا في بلادنا نروح إلى مقطع الآخر بلادنا في شخص كان يحب حيوان من الحيوانات يحب يأكله عم يسأل إمام البلد حليل هو حرام قال له لا حرام ما زبطت شما بده يأكل بده يفتش عن طريقة وقته يجى الشيخ من مشايخنا في إيران إيراني يعرفش كثير عربية أم سألوا سؤال على قد السؤال صوروا هذا هو الحيوان حيوان يمشي على أربع 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 إله اسم في ناس يمكن مشعرك أن الحد هلا أبطيك لبس كانوا يأكلوا ما يعرف كيف حيوان إجا شيخ من المشايخ بإيران عربيته هك على قد سألوا قال له في حيوان وصار يعملوا تخمين هك بداية وطلعوا عصفور أخر شيء طير حلال قال له إيه حلال قال هيا شيخي بفهم لأنه أفتع على ما يبدو ياكل بدو ياكل الآن أنا يعرفش قداش مبتلي فيك ونبتليين فيي واحدة يسأل سؤال محرم يفكر له حلال ما يسألش أحسن أنا باعتذر مش من هذا النوم ما بقدر قال له حلال هو حرام لا بدي قل له حرام هلا ببتسم شوي بوجه مثلا بعمل له هيك حرام يعني حتى أنه سهل عليه الموضوع بس لن أقول له أنه حلال شو بغشك أنا أنا عم بغشك واجب يقول لك واجب مش لحقلك مستحب مناسب يقول لك مناسب مش لحغشك والعكس 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 هي الوضوح هذا بدو يا الحسان عليه السلام الشيء بالشيء يذكر ما الحسان كان واضح إلى أبعد أبعد الطريق ألا إن الدعية ابن الدعين أكثر من هذا الوضوح قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة وضوح لا أعطيكم بيدي إعطاء الذلي وضوح أكثر من هيك وضوح ما فيه نعيش فوق الغيم مع الناس لو صحنا نغش الناس مش هيدا دايدا أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسان يرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة من أجل هيك أنه في كتب بالآلاف طلعت من الكوفة وفي شخصية لازم تروح إلى الكوفة شخصية على قد الكوفة لأن الكوفة كانت من أعقد المدن الإسلامية من أعقدها ليش من أعقدها بالكوفي بتلاقي واحد أسود 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 وتلاقي واحد أبيض 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 بتلاقي من خذل الحسان وهم كثر بتلاقي مثل حبيب الذي هو من أعظم أصحاب الحسين عليه السلام وهو بوابة الحسين اليوم وقد أفرد إمامنا السجاد كما تقول الرواية بناء على الرواية التي تقول أن الإمام هو الذي دفن الأجساد أفردوا لحبيب قبرا خاصا في من كن ناس راحوا على كربلا مشاك؟ في من؟ اللي رأى على كربلا أنت فيت عند الحسين في مقام خاص ضريح خاص لمن؟ لحبيب مش متفون مع الأصحاب مش متفون مع الأصحاب مقام خاصة ليس لحالة لحالة بوابة أوقات منيحة تفوت لعند حبيب تسلم على حبيب وتستأذن للدخول على الحسين عليه السلام هاي أدبيات أدبيات طلعوا له هيك رطمية جميلة سجل إسمي يا حبيب أنا زائر للحسين حبيبي يسجل الأسماء أسماء الزوار الشخصية اللي بدأت تروح على الكوفة مش شخصية عادية يجب أن تكون شخصية في أعلى مستويات الدقة والفكر والإدارة والوعي والاستيعاب لأن المجتمع كثير معقد وبنفس الوقت إيمان وتقوى صلاح وهدى وزهد كلهم هم اجتمعين بمين؟ بمسلم اختصرها الحسين إني باعث إليكم ثقتي وابنعي ثقتي ثقتي المعصوم عليه السلام راح ليكون واضح عليه السلام مش أنتوا بعدتوا رسائل واضحة يا أهل الكوبة أنتوا بعدتوا رسائل واضحة وبالآلاب بلتول للحسين بكل وضوح أقدم إلينا يا ابن بنت رسول الله فإن لك جنود مجندة ولإقامة الحج عليكم بعث إليكم مسلمة يجتمع حول المسلم بالبداية هو اللي بتاخدهم الفورة الفورة والعنف وان 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 يجا مسلم سفير الحسان سفير الحسان سمعاً وطاعة أبين آل اجتمع 18 ألف الوالي اللي كان على الكوفة كان ضعيف الشخصية والي يزيد فيرسل إلى الكوفة وبيض الله ابن يزيد بالترهيد بالترهيد طلعوا لهم دعاية وأتالوا لنا أنه في جيش جيش يزيد جاي من الشام جيش جرار شوف النفوس الضعيفة بالترغيب بدأت الأموال الله على الدرهم والديناء لحد هلأ في بعض الناس بيسقط الدرهم والديناء تسقط في في وحلل البعد عن الله وارتكاب المحرمات لحد هلأ بدأ يوزع مواب صارت الناس ترهيباً وترغيباً تنكفئ عني عن الحسين الممثل بوليه بخليفته مسلم بذلك الوقت خليفة الحسين يعني شخص واجب الطاعة سلام الله يصلي مسلم بأبي وأمي بالناس المغرب والعشاء فينظر خلفه فلا يجد من يدله علىه طريقاً يعرفه في الكوفة لذلك يسمى بغريب الكوفة أخذ يمشي وهو ملاحق في ذلك الليل البهيم حتى وصل إلى دار لامرأة من المؤمنات المواليات تسمى طوعاً وكان بأبي وأمي عطشاناً طرق باب دارها خرجت على عفتها وحيائها فوجدت من هو عفيف يملك الحياء في أعلى مستويات قال أمت الله اسقني شربة من الماء فسقته الماء ولما نظر إلى هذه المرأة وعليها علامات الإيمان إطمأن لشخصها فبقي واقفاً على باب الدار لأنه لا يدري إلى أي دار يذهب وقد قتل صاحبه هاني بن عروى ولم تعرفه طوعاً قالت يا هذا ألم تشرب الماء قال لها قالت قالت يا هذا ما وقوفك على باب داري اذهب إلى بيتك اذهب إلى أهليك اذهب إلى عشيرتك الماء وشربته لماذا تقف هنا اذهب إلى حيث أنت إلى بيتك إلى عشيرت فأجابها يا أمت الله ليس لي في هذا المصر من عشير ليس لي في هذا المصر من قرابا وأنا أهلي بعيدون من هنا أنا أهلي في المدينة عندي طلب أيتها المؤمنة قالت أطلق قال هل لك أن تستضيفين عندك سواد هذه الليلة ولعلي مكافئك يوم القيامة يوم القيامة من أنت تكافئ يوم القيامة من أنت حتى تكون شفيع يوم القيامة طوعة كانت تسمع بمجيء مسلم إلى الكوفة ولكنها لا تعرف من هو مسلم تؤمنه بمسلم تعتقد بأنه واجب الطاق قالت ومن أنت حتى تكافئني قال لها أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب غدر بي أهل الكوفة يقل لله وعين مستديرا لا أهل عندي ولا عشيرا غريب أعنام بغير ديرا ومثل حيرتي لما جرت حيرا أنا مسلم الفاقية نصير أنا مسلم بن عقيل قالت سيدي أنت مسلم أدخل على الرحاب والسغام أدخلته إلى دارها كيف قضى عندها في تلك الليلة قضى هراكعا ساجدا تاليا للقرآن حتى دنى الفجر فصل صلاته وصل بعد ذلك ما أشاء من المستحبات يقولون إن ابن طوع الذي لم يكن مواليا لأهل الباد علما عن طريق أمه التي أخذت منه العهد والميثاق أن لا يخبر أحدا يقولون أنه علم بوجود مسلم في الدار وأخبر عبيد الله بن زياد فأتوه إلى الدار أخذ يسمع بأبي وأمي وطأ حوافر الخيول التي أرسلها عبيد الله بن زياد فاستل مسلم سيف وخرج إلى الأعداء لا يريد أن يقاتلهم في دار طوع لا يريد أن يدخل الرعب على دارها لا يريد أن يخرب بيتها وهو ضيف يعرف كيف يراعي آداب الضياد أخذ السيف وخرج إليهم جعل يقاتلهم كقتال عمي علي بن أبي طال حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فأرسل قائدهم إلى عبيد الله بأن يمده بالعديد ورجل واحد يقاتلهم وقد قتل منهم هذه المقتلة العظيمة فأمدهم بعديد من الرجاء ولم يزل يقاتلهم حتى أذخن بالجراء لأن القوم كانوا يرمونه بالحجارة والنار من أعالي السطوح وكان مسلم قد اشتبك بضربة مع بكر بن حمران فضربه مسلم فقطع يدا وضربه بكر على فمه الطاهر فقطع شفتي إلى الناس فتساند مسلم إلى الجدار ليستريح قليلا وقد أعياه نسف الدم واجتمعت حوله الرجال وإذا برجل يا صاحب العصر والزمان يضربه بعمود من حديد فخر إلى الأرض وقيل أنهم حفروا له حفرة فوقع فيها فتكاثروا عليه حتى أخذوه إلى عبيد الله بن زيانات وطوعا تنظروا إليه وتبكي على حاله حتى أدخلوه إلى قصر بن زيان وهو مثخن بالجراء ومقيد بالحباب فلم يسلم مسلم على عبيد الله بن زيان فقال له أحدهم لما لا تسلم على الأمير فقال مسلم إنه ليس لي بأمير قال عبيد الله إن سلم أو لم يسلم فإنه مقتول لا مخال ثم شتن عبيد الله عليا والحسنة والحسين وعقيلة فقال له مسلم أنت وأبوك من أحق بالشياء فقد ما أنت قاد افعل ما شئت فأمر ابن زياد أن يصعدوا به إلى أعلى القصر لضرب عنقه ورمي جسده إلى الأرض فصعدوا به مكبنا إلى أعلى القصر والدماء تسيل من شفتيه وجسده وجاءوا بالجلاب ليضرب عنقه فقال له مسلم يا هذا أمهلني لحظات ماذا تريد يا مسلم الله الله يا شجعة أهل البيت الله الله بالصلاة قال أمهل ماذا تريد قال أريد أن أصلي فصلى ركعة وماذا صنع ثم اتجى نحو المدينة وسلم على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله والله إلك أبعث يا بولي ثم سلامي وهاي آخر تحياتي يا إمامي من فوق القصر يرموني ضامي وحي وحاطة الظلام بي أجركم الله يا صاحب الزمان أجرك الله يا خليفة الرحمن ثم قدموا مسلمان إلى القاتل ورفع بكر بن حمران سيفا الله 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 أكبر الله sure اكبر ثم رفع يا مولاي اللعين سيفا وضرب مسلمان على عنقه فقطع رأسا وربا بجسدي من اعلى القاس رحم الله ملادى ومسلمان وغريبا طوعا كانت تنظر ممن كانت ممن كانوا ممن اجتمعوا حول القصر طوعا تنظر وعدام جسدي مسلم يلقى من اعلى القصر بالارض ثم ربطوا بالحباب مع جثتها من عروء وأخذوا يجران الجثتان وأخذوا يجرون الجثتان في الأسواق وبين الناس هكذا كان حال الكفة والحسين عليه السلام يا مؤمنون كان في طريقي إلى الكفة فجاء الخضايا يا رعن يا حسين لقد قتل مسلم يا حسين لقد قطعوا رأس مسلم يا حسين لقد رموا بجسدي مسلم من اعلى القصر استعبر الحسين باكيا وصاح إنا لله وإنا إليه راجعون زينب تسأل الحسين أخي أبا عبد الله ما الخبار قال أخي زينب لقد قتل مسلم كأني بزينب ناتت ومسلمان كان معرك بالحسين بنت يتيمة لمسلم أرادت أن تتنعم برؤية أبيها أخذها الحسين معها لعلها تنظر إلى أبيها وقد فارقها أبوها قال الحسين علي بحميدها بنت صغيرة يتيمة أخذها الحسين وضعها في خجرة صار يمسح على رأسها والدموع في عيناها أحست الطفلة بشيء فالتفتت إلى الإمام وقالت عمي عمي أبا عبد الله هل أصاب والدي مكروه أنا أحست بشعر عمي هل أصاب والدي مكروه قال ابني أنا أبوك وبناتي أخواتك قالت نعم نعم ونعم الأب أنت عمي ولكن ما أحلى الأب يا أمي عندما تجلس البلد في حجرة عندما يلاعبها 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 بمسحك على راسي تركت القلب ذاير هذا يا أمي من علامات المصاير قلبي تروى حيث أبويا بسفر غايب والله طول الغيب لا يعود لا يرجع لي والله ضم بصدره والدمع يجري بالخدود وقالها يا حميد والدك ما ظنت يعود 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 شهكت وظلت تنتحيب وبروحة تجوب ونادت يا عم لا تفاول في المنية عمي أحسن قل لي بقوا يا وينا عمي أحسن من زمان ما أبين علينا عمي أحسن قل لي بقوا أي عمي أحسن يا أحسن أنت قل لي بقوا سبحين السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزمراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوجر الموتور أشهد يا سيدي أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكى وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلات ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامر والأرحام المطهورة لم تنجزك الجاهلية بأنجازها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهاد المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وأمري لأمركم متبع إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن ووليون لمن وعدون لمن آداكم فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزي وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمات وتنقبت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله توجهت لزيارتك من هذا المكان البعيد وأنا أعلم بأن سلامي يصل إليك سلام الله عليك لأنك حي عند ربك مرزوق فأسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير نرسل سلامنا للحسين كما سلم مسلم في آخر حياته على الحسين السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على السلام على السلام على بالفضل العباس قطيع الكفان السلام على السلام على زين السلام على السلام على مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته نسألك اللهم وندعوه حق الحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخيه تسعت المعصومين من ذريتي وبنيه بحق مسلم بن عقيل يا الله اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتقبل أعمالنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا انصر ديننا أهلك أعداءنا آمنا في أوطاننا احفظ علماءنا ومراجعنا أيد قائدنا فك أسر الإمام المغيب وأسر كل أسير ارحم إمام الأمة شهداء الإسلام موتنا موت الحاضرين والسامعين من مات على الإيمان وولاية أهل البيت أرحمنا المنسيين من له حق علينا المرحوم الحاج أبو قاسم محمد مقبل بلغ الجميع عنا ثواب ما قرأناه وثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة